بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا والسلام لحضراتكم. يعجل عزيزي ان حكيم زياش بسم الله ما شاه الله بيبسع هدايا للوقتي. يعني حكيم زياش الراجل بسم الله و شاه الله ما شاه الله كان عنده مشكلة. ما خليلو زيت ش När电ex كان عنده مشكلة مع تم استخيل راح تم استخيل حول Escape كان عنده مشكلة مع تم استخيل تم استخيل ما كانش مقتنع يفكرة ان حكيم زياش ينفي ايه من الهو بيحبه يخلي اللعيبة اللي بتلعب على اطراف تعملها. اولا هو تمام استخدام مقتنع ان زياش ما يناسبش طريقة لعبه وهي تلاتة اربعة اتنين واحد. جرب مرة حط زياش على الطرف وجرب مرة حط زياش في العمر. كده وصلت لدى المرحلة ان هو مبارح لعب زياش طرف اشمال عشان العب عرضيات. بس اللي هو بسم الله ما شاء الله زياش بلعب طرف اشمال عشان العب عرضيات بيمينه. عزم على عزم. بسم الله ما شاء الله يعني موضوع بالنسبة لحكيم زياش كان رايح تداحية. بس دلوقتي زياش الموضوع تغير? اه الموضوع تغير. ليه بقى? لانه بقى شفيق زياش ناحية اليمين هو ورحيم ده ده في حالة ان انت هتلعب رحيم ناحية اليمين. ده ده لو المدرب اللي جاي كرر ان هو يكمل بوكايا فرتز ناحية اليمين. وبالنسبة لنا زياش افضل من امهم الاتنين. ما اخترام يعني. رحيم ناحية اليمين الموضوع بالنسبة له بيكون ضايع. رحيم راجل بيحب يخش الجوه كتير. اه الكلام ده كان بين ناس التومس تخيل? بس اكيد ممكن ما نسبش المدرب الجديد. حكيم زياش يقدر نوع عب اربعة اتنين تلاتة واحد. يقدر يلعب اربعة تلاتة تلاتة تلاتة. حكيم زياش تعيجه مايز جدا لو حطيتها عالطار فتلاقي ان انت تستفاد استفادة منه عظيمة جدا. لكن التومس تخيل الموضوع كان منتهي تماما بينه وبين حكيم زياش. هل قال التومس تخيل تعطي قبلة الحياة لحكيم زياش لثبات نفسه في تشيلسي? والله اتمنى بصراحة. انت عزيزي ماذا تعتقد? هل تعتقد ان حكيم زياش هيقدر يثبت نفسه في تشيلسي? ولا مش هيقدر يثبت نفسه في تشيلسي? اتوقع ان بعد رح يلكلم واتسم ووضوي. حكيم زياش هيكون افضل واحد يلعب ناحية اليمين كهوف. انما فكرة ريش جيمس اللي كان بيتم التحضير لها من جانب تومس تخيل دي. اعتقد ان هي فكرة ما بتوتيه الصمارة خالص. عارف ان الفيديو يتذكر دائما ان في نايف اقراد هنا هتلاقينا حضر عليه علامة حمراء بس لو مشوفتها ايش عنك مشوفتها ولا ايما كاسطة اولا. برضو مش باكر. بص الشخص اللي بياخد سيلفي معاه. اه اللي بياخد سيلفي معاه. احنا بعله. هو ده نايف اقراد.